السلام عليكم أخباركم أم نورين دايما معايا باسعب بيكم في كل وقت وفي كل وان يا مرحب يا مرحب يا أهلا بميني شارك دايما أسعب بيكم لا شك في هذا ولا ريب الحقيقة أنه أنا عندي موضوعات مختلفة وقصص مختلفة كده فيها وجهات نظر وفيها أخبار وفيها حاجات كتيرة يعني لكن الحقيقة أنا هتكلم في البداية عن حاجة مهمة من وجهة مصر وهي أنه فيه لعب مهم في تاريخ مصر جمهور الأهلي بيحبه له بعض الأثر في تاريخ الندي الأهلي وهو دلوقتي موت واجد في قطر يحلل مباريات جلترا والدوري المصري أصلي وبطورة أفريقيا ومباريات المنتخب وهكذا من أمور مشكلتي معاه الحقيقة عارف من دافت عليها دمار يعني مشكلتي معاه أنه هو يبدو وكأنه صاحب شعرات زائفة نعم نعم صاحب شعرات زائفة الحقيقة أنا عددت وجهة النظر اللي قالها أنه إزاي نحتفل بموضوع أن إحنا أخدنا مركز تاني في إفريقيا والعبية تقرب في التلفزيونات وتتكلموا كأننا فوزنا بالبطولة لأنه أنا مماشي معاه في الحتة دي ما عنديش منع أو إنه برضو إحنا مصر لازم تبايا بطلة البطولة طيما وصلت النهائش وده أمر يعني مقبول لكن محمد أبو تريكا وليه بقول عليه شعرات زائفة لأنه إذا كان المنطق كده فما يجب أنك تخرج تحتفل وتحتفي وطرى في أن النادي الأهلي ياخد إنجاز التالت على العالم مع أنه الأندية يعني المشاركة زي ما أنت شفت عاملة زي ورايحة فيين وجاية منين وأنه الأهلي ياخد تالت العالم يعتبروا إنجاز مع أن كل الحكاية لهم سبع أندية ثم هل هم دول أقوى أندية العالم يعني النادي الأهلي أقوى من ليفربول أقوى من يوفينتوس أقوى من بريس سان جرمان أقوى من باير ميونيخ أقوى من ريال مدريد أقوى من برشلولا أنا مش عارف دول أندية في العالم أندية أنا ما بتكلمش بقى على منتخبات يعني أعد بقى روما هل النادي الأهلي أقوى من هؤلاء أقوى منهم رياضيا يعني وكرويا فيعتبروا إنه ده إنجازه إنه عمل صحق والطقى بكثيرين من الكبار الأندية وفاس بيئة وبس الصدف منعته إنه هو يفوز بالبطولة وخد التالت بقى أمانة غير بقى اللي هم يعني أندية أمريكا الجنوبية يعني حد سوال حرك برضو عندهم حبة أسامي حلو بس حبة المرص اسم الأسامي لكن مش قوي المهم فأنت شايف إنه المركز التاني مش محتاج الاحتفال ومعك حق وإنك أنت تقول بقى على الإنجاز ومش الإنجاز معدكش حق خالص وده شعارات زيفة وزي بالزبط دفاعه على لعب تشيلسي الأسمر إنه اتهاجم بسبب لهم بشوته برضو مع حق والله عنده حق فعلا معيب موضوع البشرة والعبصرية دي شيء محزن إنه ما فيه ناس ما زالت بتتكلم بالطريقة دي وبتفكر بالطريقة دي لكن ما شفتوش ولا حد شافه برضو إنه هو معطرد وممتعد حتى على بعض مش أقول كله بعض من جمهور النادي الأهلي اللي يوجه نفس الأمور إلى شي كمانا ما شفناه مش تويتا ولا تصريح ولا أي حاجة ليه لإنه هو بيلعب على وطر جمهور الأهلي مش بيلعب على حاجة تانية هو ده الوطر اللي موجود عليه اللي هو بي ايه بيعمل النغم عليه الوطر ده لو قد دوري مي فصولة سي عارفينه فيه وطر كده بينه بقى جمهور الأهلي الوطر ده بتاع جمهور الأهلي يوم رايح يقول له هو ممكن بمؤمن به أصاد المنتخب أصاد زومة أو لعب تشيلسي لكن عند شيكبالة آه صحيح بس يبالة لش الجمهور الأهلي عند إني ندعي حصلوا على إنجاز التالت العالم معينهم السبع عندية اللي راحوا كس العالم وطريقتها خلت كل المدرين الفنين اللي موجودين في البطولة يعترضوا عليها شايفيها غلط شايفينها لا فيها هاش تكافؤ فرص بما فيهم موسيباني شايفينها ما فيها هاش تكافؤ فرص ومع ذلك ومع ذلك اتشافها إنجاز اللي هما أصلا المدرين الفنين سوى كأن هما يبحثينوا وعملوا حاجة لكن هما مش عجبهم الطريقة والتنظيم ليه بتوع جنوبة أي أمريكا الجنوبية أحسن مننا في إيه ده اللي قالوا أخونا موسيماني وبرضه عنده حق للأمانة وثم النظام كله وكأنك بتجهز الموضوع لأن شيلسي أو أي قادم من أوروبا هو اللي ياخد البطولة وده حقيقة حصلت تريبا في كل مؤلاء يعني مرة واحدة أو مرتين أمريكا الجنوبية صحيح إن نادي الأهلي صعد كثيرا إلى كاس العالم وثلاثة منهم مركز تاني لكن مثلا الرجاء صعد مرة واحدة أخد مركز تاني مش تالت العين صعد مرة واحدة أخد مركز تاني مازنبي في إفريقيا صعد مرة واحدة أخد مركز تاني الأهلي كم مرة صعد ما وصلش من أساسه يا كابتن محمد إلى النهائية وراء النهائية دي وكي تعتبرها إنجاز بقى ساعتا الحصول على المركز التاني يعني لأنه تشوف عد بقى سبع مرات ولا حاجة صعد وراح كاس العالم ووصلش النهائية الرجاء مرة واحدة وصل للنهائية مازنبي مرة واحدة وصل للنهائية العين مرة واحدة وصل للنهائية فين بقى قلت الكلام ده هل أوضحت ده الجمهور النادي الأهلي أنا مش بقلل على فكرة من أنه الأهلي خاد المركز التالت الأهلي شخصيا مما تكلم عن إنجازات الكابتن الخطيب في انتخابات الأخيرة كان واضع المركز التالت في كاس العالم بيعطوره طوله قال ست بطولات خلاص يعني لا ما عنديش مانع هو ما يشوفه لهم عايزينه على عينه وراسي كل الناس بتفكير لهم عايزينه وكيب على أتريكا والإيه اللعب على الحبال واللعب على الوطر ما أنتش بحتاج حاجة دلوقتي مش شايف إن انت بحتاج حاجة لكن ما فيش مشكلة طبعا أنا عارف ومتأكد يعني تعليقات هتبقى على الفيديو ده شتيمة بقى وابتاعه ويا ويا مين ويا وين ليه عشان تريك بقى إن أنا بتكلم ما هاجمتش تريكا غير في كلام تريكا مش في شخص تريكا كشخصية أنا ممكن أقول لكم فيه أكتر من كده لكن ماشي خلي الموضوع خليه في إطار الرياضي ما ليش تدخلوه في السياسة عشان إيه تهتزعلوا مني تمام خلاص أنا دي تريكا النهاردة المستشاة مرتضى منصور كان عامل مؤتمر صحفي امتد أربع ساعات أربع ساعات مؤتمر تكلم فيه عن كل الأمور اللي حدست في مباراة في مباراة آل أو ممكن مباراة الالتخابات أو يوم الالتخابات بينه وبين الكابتن أحمد سليمان وهاجم الكابتن أحمد سليمان وطلع وطلع على في المؤتمر حوارات مسجلة للكابتن أحمد سليمان بيهاجم فيها رموز النادي وبيشتمه مش عارف إيه وبتاع مش هيدا الحكاية دي إن كان ده هو الكل طالبه إنه يفتح صفحة جيدة لك هفتح صفحة جيدة بس مش مع دول خلاص هنشوف بقى الصفحات الجيدة هتفتح إزاي وإن شاء الله إن شاء الله الأمور تبقى أخسر هدوءا وإنه الأمور تتجه لإنه المهام اللي أصاد مجلس الإدارة ويا كثيرة وهم قادرين عليها إيه هايبدأوا فيها بقى زي إيه اكتوبر اللي قال إنه بعد أسبوع هيفتح هايبدأوا التعامل مع فرع اكتوبر وبناءه بتاعه يا ريت دي حاجة كويسة لكن الحقيقة إنه في المؤتمر ده بالنسبة لي اللقطة القوية جدا جدا هو إعلانه إنه غيب فيه 250 مليون جنيه من بنكين حقوق للادي الزمالك البنوك دي متعقدة مع لادي الزمالك أو أغدى يعني محلات وده رقم كويس جدا جدا يفرق في أمور كتيرة جدا كمان اللي عجبني في الموضوع في المؤتمر ده ما في حاجة كويسة حاجات ممكنش عجباني في حاجات عجباني ما فيه مش عجباني إيه بقى إنه هيبقى سفر الزمالك من أنجولا إلى المغرب مباشرة من أفضل القرات اللي سمعتها الفترة الأخيرة الأمانة حقيقة لإيه لإنه مهم إنك توفر الأجواء السليمة لفريق الكورة عشان البطولة دي بطولة مهمة جدا 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 فيه أحسن أجواء إنك هتسافر بطائرة خاصة وبعدين توصل إلى أنجولا تلعب وإن شاء الله تقدمه برا جيدة ونفوز وبعدين تطلع بباشرة من أنجولا على المغرب لأنه أربع أربع تيام فرق أربع تيام أو خمس تيام فرق فهتخذه مع المغرب فتروح المغرب تلعب هناك مطش الوداعت تمام وإن شاء الله برضو زي كام النتائج كويسة ليه بقى؟ لأنك ما هتوفر الأجواء الكويسة دي ده على طول أوتوماتيكيا هيقب لي أثر في الملعب ومن ثم زيانك يقدر يستعيد سريعا مكانته في المجموعة وممكن يخرج في نهاية الدور الدور المجموعة بأنه بطل المجموعة ودي حاجة أعتقد أن الكل عايز تمام ف المتين وخمسين مليون وكمان الموضوع الخاص بالطيارة الخاصة أو راحة اللعيبة وانتقالاتهم وفي نفس الوقت التأكيد على أمر مهم جدا وهو بقاء كارتيرون في منصبه كل الناس كانت بتقول أنه في الخلاف القديم أو أنه المنصدشان مرتضى مش يبقى مرتاح مع كارتيرون وعزيك قدى الفترة اللي فاتت معاها والمراضي بعد ما فاز بقى وأصبح عادة مرة أخرى كريسة للمجل الصدارة لمرة التالتة على التوالي الحاجات دي كلها أنه برضه هياخد موقف من كارتيرون فأعلن أنه لا كارتيرون موجود ده يخلي بقى كارتيرون يركز في الملعب زي يقول خلاص أنت يعني تقلك بدل المرة مليون أنت مكمل أنت مش ماشي أنت مكمل بس أقولكم حاجة لو كارتيرون خسرنا بطولة إفريقيا ما يكملش كفاية كده خلاص هتقول لي طب الدوري حسب برضه موقفنا في الدوري وما نشوف الأموم أشياء زي لكن أنا أمين إلى أنه يكمل كارتيرون لغاية بطولة إفريقيا ساعتها نقيمه حاجة كده شبه شوية النادي الأهلي مع أخونا موسي مانش تمام لكن الحقيقة إنه 250 مليون جنيدون لو تم دخوله من نادي خير الفترة الجاية فيها نقلة في كل الأمور معلها أن أنت تفتح تشتغل في فرع أكتوبر تدفع المستحقات بتاعة اللعيبة زي ما وعد قبل نهاية شهر فبراير الحالي كل اللعيبة وكل الموظفين اللي هم مستحقات متأخرة يكون تم دفعها وده أكيد يعني لا شك كل الناس هتبقى مهتمية به جدا 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 أربع ساعات تكلم فيها في كل الموضوعات تكلم فيها حاجة كتيرة جدا من ضمنها التأكيد على خلي بالك من حل تدي التأكيد على عودة عمر كمال عبوح والإصرار على عودته والتأكيد على إن مجلس إدارة الزمالك عاوز عمر كمال عبوح والعكس وجه رسائل إلى إدارة فيوتشر بأن هي ما تتدخلش في توجيه تفكير اللعب إنه يستمر معاه في فيوتشر وأكد في رسالة واضحة لو عمر كان عبوح الذي كان يبحث عن هذه الرسالة هل هو مرغوب فيه في النادي الزمالك بالفعل هو مطلوب أو رئيس نادي الزمالك المنتخب جديدا الطازة يعني في الانتخاب المستشار مرضى منصور قال بشكل علني وواضح في رسالة واضحة إلى عمر كمان واحد نعم أنت لعب ممتاز أنت لعب رائع أنت مطلوب ومرغوب في وجودك في نادي الزمالك وسنفعل كنادي الزمالك ما نستطيع للتأكيد على وجودك خلال الفترة اللي جاي أو المسب اللي جديد في نادي الزمالك وقال الرسالة دي بشكل واضح لفلتشر أنا مش عايز طول أكتر من كده في الحتة دي أنت فاهمين الفكرة خلاص ده ياخدنا لفكرة أنه عمر كمان عب واحد كان بيسأل أو أنا مطلوب ولا لا مرغوب ولا هو أنت مرغوب الزمالك في موضوع ما كان لازم عمر يطلب رغبة في أنه يروح الزمالك فكان الكلام اللي قاله مطلوب أنه بينعبه في دماغه عشان يستمر في خلاص الموضوع دلوقتي بقى علني معروفه ورئيس نادي ذلك بنفسه بيصرح هذا التصريح بالشكل القوي الشديد ومن ثم ممكن عمر كمان عب واحد يعلم يقينا أن أو مجلس الزمالك وبالتالي جهازه الفني يرغبون في تواجد عمر كمان عبد الواحد عمر بيلعب في أكتر من مركز منهم مركز خط الدفاع اللي هو الباكي اليمين وبيلعب مكان بن شرقي وبيلعب رقم عشر وبيلعب بين جيمين بسم الله ما شاء الله يعني بيلعب في أكتر من مكان ده خلينا نسأل سؤال هو مبارات مارس ولا لا اللحظة اللي احنا شايفينها دي الوحيد اللي ممكن يجاور عمر كمان عبد الواحد وهو محمد حيش فقط حتى اللحظة نشوف ايه الجديد بقى في اللي جاي لكن محمد يعني لو استمر في المستوى اللي عاملوا في كسر العلم للأندية معنا دل اهلي في الدوري احتمال كبير جدا جدا انه يكون موجود في مبارات مارس ويكون اللعب الوحيد اللي هيكون موجود خارج المجموعة اللي كانت مع كيروش في كسر امم افرقش يمكن يمكن مش عايز اقول اكيد لكن يمكن يكون هو اللعب الوحيد اللي خارج اطار الستة وعشرين اللعب اللي كانوا معاه او التوالي وعشرين اسم يعني اللي كان باعتهم لكسر الامم هو ممكن بمحمد هاني الوحيد اللي في هذا المكان وطبعا هو مكانش بيضمه حسب الكلام لانه مكانش بيشارك عشان اكرم اللي كان بيشارك في دولة اكرم مصاب وهو اللي بيشاركه بيؤدي اعداء جيد اتحاد الكرة قال لنا انه المنتخب المصري هيكون ان شاء الله مباراته في استاد القاهرة في حضور خمسين الف متفرج اتمنى ان يزيد هذا الامر خمسين الف متفرج محلو رقم ممتاز رقم كويس لكن السعر الاساسية لل استاد القاهرة تمانية وستين الف يعني موضوع تلاتاشر الف يعني اتمنى يكون فيه عادة نظر في موضوع عدد مشجعين المنتخب المصري في مبارات السيغال انه مهم جدا انه يكون العدد اكبر من كده ويكون يعني جمهور متحمس حماسي عاوز يشجع التسعين دي وبيهت في التسعين دي لدعم المنتخب لان مباراة دي مباراة مهمة جدا جدا للعيبة وللجهاز وللجمهور اللي هيبه فرحان وسعيد ومهمة على فكرة ان احنا نلعب في كاس العالم اللي موجود في قطر سدقوني الجمهور اللي زيه سبعة وستين الف ودر خمسين الف اللي هيبه حضرين دول ممكن يسفروا كلهم تماما كده الى القطر المباراة لحضور مباراة ويرجعوا وتزاكر المنتخب المصري يعني الحجوزات عليها تبقى بالأمم باللقب يعني بالزوفة ويبقى قصر ليلة انه تلات ساعات وتروح قطر بلد عربي ممكن ترجع تاني مش هزي تحت كل المطشعة ممكن تروح وتيجو ممكن يبقى عندك قريب تقعد عنده يعني ايه الحكاية طويلة او تعرف مصريين تقعد معاهم وممكن ايه كم مباراة التلات اربع ان شاء الله يبقى اربع خمس مطشعة يعني المنتخب المصري في كاس العالم نتمنى الاول بس ربنا يقومنا يعني نفوق سريعا ونقوم بسرعة من بعض اللعبكة النفسية عشان فصارة المباراة النقيقية ونركز تركيز قوي وواضح وشديد في مباراة السنغال ان شاء الله هنا في القاهرة و داكار وان شاء الله تعالى يصاعدين الى كاس العالم في حاجة لطيفة برضو وتصريح انا شايفه تصريح رائع ومتميز من الكابتن او الاستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس اتحاد الكرة المصر تعرفين انه خالد هو لفترة اخيرة يعني من 3-4 شهر كان مين صندوق النادي الاحش دلوقتي هو نائب رئيس اتحاد الكرة افكار مقترحة ومطروحة في موضوع كاس مصر البطول الكاس مصر مش اللي هو التايه ده الكاس التايه يا ولد الحلال ده وقت لا لأ الحمد الكائم في كاس مصر الجديد انه الاقتراح اللي هيعرضه الاستاذ خالد درندالي ومفروض غدا في الاجتماع انه مباريات الكاس تتلاعب بدون الدوليين واستخدم مثل استخدم مثل مهم جدا هو مثل ان اداء النادي الاهلي بدون الدوليين في مباراة كاس العالم الاولى قدام مونتيري المكسيكي النادي الاهلي قدر يعمل مباراة جيدة وبالتأكيد للمنطق اللي هو بمان حضر فاكرين اما انا قلتلكوا هنا انه تراه بمان حضر وما فيش تأجيلات اهو بالضبط مين اللي بيقول ده خالد الدرندالي اللي هو كان ايه لغاية شهرين ثلاثة فاته امين سنده النادي الاهلي بيقول لا ومفروض النادي الاهلي وكل الاندية تلعب المباراة الاولى في كاس مصر دون لعبة دولية عشان المطولة تستكمل وما تتأخرش وما يتمش يحصل فيها زي ما حصل مع البطولة الاخيرة هل البكرة نائب رئيس اتحاد الكورة اللي هو الأستاذ خدد من الدلي مع جمال علام رئيس اتحاد الكورة واعضاء المجلس هيكون ليهم قرار في هذا الامر وينفزوه وانه بالفعل يبقى كاس مصر بدون الدولين هذا ما اتمناه والله هذا ما اتمناه يلا اتوكروا على الله بدون الدولين يلا بدون الدولين ولعبوا بدون الدولين في فرق بقى بين بدون الدوليين وبين انه هم بالعب الفرق يعني اللي منضم للمنتخب حاجة المنتخب بيلعب مباراة وبيلعب معسكر وبيلعب بيلعب لكن من غير الدوليين تمام لكن ما ينفعش مثلا ان تقول لي انه الزمالك يلعب مثلا مع كفرط هورموس بدون الدوليين وهو بنعب في افريقيا المجموعة اللي مراحتش لأ طبعا ده مش هيحصل الدوليين يعني ما يكون فيه معسكر للمنتخب او فترة طويلة المنتخب دي يقدر يلعب فيها الايه الكاس مصر ده يعني انه اذا ربنا اعذن وصعدنا الى كاس العالم شهر ستة هيبقى فيه مباريات دولية والدية ممكن وقتها بقى تستكمل كاس مصر بهذه الطريقة اما نشوف الامور راحة فين وجاية منين فيما يخص كاس مصر بدون الدوليين ومقترح خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكورة المصري الجديد شوفكم على خير ودايما تبقوا معايا ودايما ما يعني موجودين معايا تشملوني برعيتكم ومحبتكم دايما دايما سلام